أهلاً ومرحباً بكم في قناة وسام الدين التعليمية قناة تعالج كل ما يخص دروس علوم الحياة والأرض بونجور شخص إليف جيسبر كووزالي بيان إذا إن شاء الله فهذا الفيديو هيدا فرغدين حاولو نترقو جميعاً للدرس ديالاليمونتاشون سفي؟ حلوغ بنسبة لها الدرس هيدا فرغني وجد لكم واحد الملخص شامل دكار اللي غدين حاولو ننقسموه الجوز ديالأجزاء بنسبة الفيديو ديالليوم قد نحاولو نشوفو الجوز الأول من هذا الملخص هادا صفي؟ والجوز التعلي فرغد يكون عماء قارب إذا نبدو على باركات الله لاليمنتاشون وإلعاقشون ديالليومتاشون وإلعاقشون ديالليومتاشون وإلعاقشون ديالليومتاشون وإلعاقشون ديالليومتاشون tous les êtres vivants سنورسون pour se maintenir en vie se développer se protéger et bien sûr ne pas attraper des maladies أولا هنا قال لك سيدي أن لا يوجد أن يكون حياتنا لا يوجد أن يكون حياتنا من التطور والنمو وشخص من الأمراض المراضي ينصرون على نفس الناس ينصرون بشكل مائكو وكلاهي ينصرون على نفس الناس وكلاهي ينصرون على نفس الناس من سيدي نحن نشاهدنا ورغبنا أنه لن يتغذر لك هنا دبت يقول لنا أن الكائنات بطبيعة الحال لا تتغذى على نفس الأغذية هناك كائنات أو حيوانات تتغذى على العشب هناك أخرى تتغذى على اللحوم وهناك كائنات أخرى تتغذى على العشب واللحوم في نفس الوقت هذه المسألة هذه للتنوع للعنظمة الغذائية أو للغجم أليمانتر نقسم لنا ثلاثة عنوات الحيوانات حسب النظام الغذائي هناك كائنات الأغذية أو الكائنات العشب وهناك كائنات التي تغذى على العشب واللحوم في الأغذية التي تكون من أصل نباتي تقولون أن الكائنات الأغذية تتغذى على العشب المجموعة الثانية من الكائنات الحية فهي مجموعة تتميز بالنظام الغذائي اللاحم هذا الكائنات الحية أو لهذه الحيوانات فهي تغذى على الأغذية التي تكون من أصل حيواني حيواني وبالتالي نتحدث عن اللحوم آخر مجموعة سوف نتطرق لها هي الأغذية المجموعة الكائنات الحية أو الحيوانات القارثة أجل أنكم تعرفوا أن هذه الكائنات الحية أو الحيوانات القارثة التي تتطرق لها الإنسان فهي فإنسان يمكن تغذى على العشب وكما يمكن تغذى على اللحوم حيوانيح نتحدث عن الرجيم الأغذية على هذا؟ اذن رأحظنا vous establez عصدقائي أن هناك ثم تكون رجيم الأغذية الرجيم Lach الرجيم self الرجيم المنبي اول فقرة في هذا الدرس هذا سوف نتعرفه على اللغي جيم امنيفاخ سوف نرى الخصائص الذى اللغي جيم امنيفاخ يعني إذا كان واحد الكائن قارت بإمكانه يتغدى على العجب واللحوم فباش يكون يتميز المثال الذي سنعمل عليه هنا هو المثال للإنسان سوف نتكلم عن الإنسان بحكم أن الإنسان يتميز بهذا اللغي جيم امنيفاخ اول حاجة قدي نتكلم عليها عند الإنسان وهي الأسنان سوف نحاول انظر الى دن شه لهم انظروا هنا نحن لدينا طابلو التي تظهر 4 طيب دن شه لهم يعطينا فكرة على عددهم فرم الشكل ثم الدول نحن لدينا بعض الانواع للأسنان ما يسمى بالإنسيزيف دعور اولا القواتع لكانين النياب لبرا مولع لأدرس المميين ثم للمولع لأدرس الخلفي alors نبدأ بالإنسيزيف الانسان يتوفر الانسان في الفك العلوي ثم الانسان في الفك السفلي كيف يكون الشكل هذه القواتي فتكون كمين لام بالنسبة للدور لديهم فيديهم يعطون ذلي لديهم يخزيهم ثم کنين لن يتوفروا عليه Barrigan من ف تحديه ونرز على النق ups Step سوفت يتوفر على مجال رائعة ورائعة إلى skip كيف يكون هاد الكنين هادو؟ يعني كيف يكون شكل ديرو؟ فهوما تكون حادين وندي كو الكنين سان بوانتو. صافي؟ الدور ديرو متيجلة في ماذا؟ تيجلة في سيرف اديشيغي لازانيمة. يعني في التمزيق ديال الاغذية. الانسان يتوفر على ربعه ديال الادراس امامية على مستوى الفك العلوي وربعه ديال الادراس امامية على مستوى الفك السوفلي. كيف يكون شكل ديالها؟ فهي كتكون مسطحة. ودور ديالك يجلة في الطحن ديال الاغذية. يعني يلسغف ابغوية لازانيمة. واخر نوع ديال الاسنان هو مالي ماليخ. الانسان يتوفر على 3 ماليخ على مستوى الفك العلوي و3 ماليخ على مستوى الفك السوفلي. كيف يكون شكل ديالها؟ فهي كتكون عريضة ومستحة. ودور ديالك يجلة في الطحن ديال الاغذية. لذلك لا نتحدث عن المستوى الفك الماليخ وماليخ. فهي يجلس بهم يستعمل في الطحن ديال الاغذية. وهذا فيما يخص الاسنان. الأمر الذي يجب عليكم التعقل على أصدقائي. هي أن الانسان يتوفر على جميع الأنواع ديال الاسنان. كما ترى معي الاركينة الربعات وانواع ديال الاسنان. كلهم يجب عليهم عند الإنسان. وبالتالي نتحدث عن الإنسان يتميز بإنسان أو بإنسان كاملة. جيد. الغناء أصدقائي أريد أن أتقسم معكم واحد المعلومة المهمة جدا. والتي تخص الإنسان. لذلك كما تتلاحظون معي وضعت لكم واحد الاشيما دان كران وما. يعني واحد رسم تخطيطي لجوم جومات الإنسان. ما هي الحاجة التي أريد أن أركز عليها؟ فهي هذا العنصر هذا. الذي يكون مرتبط بالفك السفلي. هذا العنصر هذا الإخوات يسمى لقمة المفصل. هذا العنصر مهم جدا. بحيث أنه يمكن المشوى أنها تحرك في جميع الاتجاهات. لماذا؟ لأن الشكل ذي له دائري. إذن لماذا أنا يركز على هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا العنصر يتميز بشكل أغندي. في الدائري تصول الاتجاهات في جميع الانسان. هذا العنصر. كل محوارة يتم تحركividad في جميع الاتجاهات. والتي سيطرحات التي تعيد المشكلة من المسألة. يمكن الإلتعد شكل والمشأات على المشأات التي تجعلت الملوقة التي تتخمسها في جميع الاتجاهات. ثم نعملات ملولات السفلي. جمعة من العضلات. فالتقلص والارتخاء هذه العضلات يساهم في التحريك كما قلنا للمشورة الفعور او للفك السفلي. نعم. اه كنا واحدة مسألة اساسية التي يقلناها هي ان الانسان يتوفر على واحد لقانديل مانديبولار التي تكون شكلها ذائري كما قلنا. الشيء الذي يجعل المشورة الفعور تحرق في جميع الاتجاهات. جيد. نحن نتحدث عن فرمولة دونتر او السيغة السينية. صراحة هذه المفهومة بسيطة جدا. يكفي انك تتبع معي وتركز و ستجعل اشكال. كما تلاحظوا معي هنا. هذه المسألة ستطلب منها في انتهاء. و سنكونوا ضابطينها. اشكي الاساسات كي وضع لكم مترين في حالها. ستطلب منك شيء. تحدد لنا فرمولة دونتر المتعلقة بهذا السنين هذا او لهذا الشيء و كما تلاحظ معي هنا، لديك الاتجاهات ينبقى هذا الاتجاهات يدور على عدد الاسنان يعني العدد الاساسيزيف والكانين والبرمولار وال eelmolaires و كما تلاحظوا معي فوضعنا هذه الحروف guys عبروا على نواة الاسنان. لأتجاه يمكن أن نحدد الفرميل دون تيغ يكفي أني نعتمد على هذا الشيء يريد أن نرد البال لماذا؟ ما هي الأرقام التي نوضع هنا؟ هذه المسألة مهمة عندما تريد وضع الأرقام هنا فأنت تحسب مثلا بالنسبة للإزانسيزيف تحسب العدد القواطئ الموجودة في نصف الفك العلوي بالنسبة للإزانسيزيف تحسب العدد الأنياب الموجود في نصف الفك العلوي أيضا عندما تحسب المسألة الموجودة في نصف الفك العلوي ونفس المسألة بالنسبة للإزانسيزيف لأنك تعمل على نصف الفك جيد بالنسبة للمسائل الموجودة في المعقام فقد تعمل بنفس الطريقة فهنا سوف نأخذ العدد الأسنان من الفك الصفلي وكما قلنا نأخذ نصف فقط أدت إلى حسن القواطئ الموجودة في نصف الفك العلوي وهنا سوف نأخذ العدد للإزانسيزيف وهنا نصف الإزانسيزيف ثم نصف الفك العلوي ونسبة للإزانسيزيف الآن نشتغل بالطريقة سهلا هنا روضع لكم لفرمول دونتر للأدولت و لفرمول دونتر للأدوليسان لأنه في الكور إن شاء الله سوف تشوفهم جوج سوف تشوفوا السيغة السينية للبالغ ثم السيغة السينية للمراهق لذلك صراحة لا تكون شفر كبير فقط على مستوى المالغ هنا العواد ما توضع ثلاثة كتولي هنا توضع جوج والمسألة اللي جميلة عند الإنسان للأسالي اللي جميلة اللي جميلة اللي جميلة اللي جميلة وهذه المسألة لن تكون دائما موجودة لأن عند بعض الحيوانات فهذا العدد تختلف من الفك العلوي الفك السوفلي لن يجب نفس الإنساسي في فوق نفس الإنساسي في التحت مزيان واحد مسألة قبل 12 اللي جميلة بخير سوف تكونوا عارفين la définition de la formule دونتر رواض لكم هنا la formule دونتر est le dénombrement de chaque type de دن de la demi mâchoire supérieur et la demi mâchoire inférieur كما أصدقائ لا يمكن الانحسب la formule دونتر فنحن نحاول نحسب عدد الأسنان دائما الموجود في نصف العلوي ثم نصف الفك السوف للأسنان الموجودين في نصف الفك العلوي الموجود تضع العدد القواتع العدد الانبيئ نانية العدد الموليغ الأدرس الأمامية ثم العدد الموليغ الأدرس الخلفية ودائما نذكر موجودة في نصف الفك العلوي اختار نصف الفك اللي بغيتي هذا الذي لديك ستخرج من نصف الفك السوف حسنا جيد نحاول 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 العدد الانيما omnivore ونطامن الهن الانسان على اللح هنا لديكم لديك العدد من الأعناسر نحاول نسمية العدد الانسال لديك المنزل المريق الجوز لديك المريق الهوز ثلاثة لديك 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 بلانيس هل سوف نحاول 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 نخذ كل عنصر نحدده الخاصائص و الدور يبدو على بركته الانسابة للفم الذي تعتبر مكون من المكونات الأنبوب العدمي فهي يكون عبارة على كافيتة كونتينان يكون عبارة على واحد الكافيتة التي تكون قبل أسنان فهي تجلب دورها فهي يريد أن يفتح الأغذية الوزوفاش لا يوجد حتى يدور في الهضم الوزوفاش يلعب دور ممر الذي سيساهم في المرورة الأغذية من الفم إلى المعيدة أو الاستومة لذلك ترانزيت المعيدة الاستومة أو المعيدة صراحة هذا أنصر مهم جدا في المسألة للهضم يكون عبارة على واحد الكافيتة نعم اللي يجلب دور ديالها في البغاساج إلى ديقرادة للأغذية يعني هنا تكون واحد لهذا المهم جدا للأغذية الانتستان غير أو الميت الدقيق فتكون عبارة على واحد الأنبوب اللي طول دياله تكون تقريباً 8 متر يجلب دور دياله في الابسوربسون دي نتريمون يعني في الامتساس ديال الأغذية يعني على مستوى الانتستان غير فكتكون الابسوربسون دي نتريمون يعني المرور ديال الانتريمون أو الأغذية إلى الدم الانتستان غير أو الماء الغالي سهل جداً فعلى مستوى تكون هناك تراكم ديال الأغذية لما يتمشي الإستعمال دياله يعني تراكم ديال الفضلات بالنسبة للدور دياله فهو تكون مسؤول على الابسوربسون دياله يعني الامتساس ديال الماء ولاكملاتي ديال الماء وكتنك نعود نفس المسألة ديال الانتستان غير ديال الانتستان غير في الامتساس ديال الماء ثم تراكم ديال الفضلات يعني الأغذية التي لم يتم استعمالها بخير بخير لذا اتكلم إلى سنتيز يعني واحد وعند الكونكتن جنرال الذي تقريباً المعلومات التي ترى فيناها في الفيديو يعني هذا نعمل مخصوص تحفظ لا تزاكل مع هذه الكونكتن نقرأ الانتستان الانتستان قادر على تناول جميع الانواع ديال الأغذية وبالتالي نعتبر النظام الغضايا نظام الوقارت يعني امنيفا يسادابت على هذا الريجيم على الكاركترستيك السويفان الذي تريد أنه تتأقلم مع هذا النظام الغذائي بالخصائص التالية لا تقول أن الإنسان لديه رجيم أليمانتر امنيفا ما هو الخصائص التي تميز بالإنسان والتي تجعله فعلا يتوفر على هذا النظام الغذائي أول حاجة هو توفر الإنسان على جميع أنواع الأسنان وقلنا قبيلة قلنا أنه يتميز بجميع أنواع الأسنان لديه رجيم لديه رجيم لديه رجيم especialmente أتكلمنا أيضا على الأدوار لذيه الأسنان إني تكلمنا على التقليل الأسنان دعونا لديه رجيم لديه رجيم ويحتى التقليل Ой كل ما يحدث بالاغذائي لكل ما يحدث في النظام الغذائي تضرب البشرة يعمل يعمل تدخز وي attacked من قاندل الرنگ وزلمان يعني أنه مخameس المفصل على حياتها لذكر الحال يخرج المثال في استطع في كل هذه المفصلة ي speran الجهر المسكلا웃 عندما يحtam المحاصر في كل 3 طفقة هذا الجهر أنا peng abre كوندير وإيقان الادائر تسمح الفك الصفلي لتحرك في جميع الاتجاهات ممتاز لأنه أستاذ في المتحان يقول لك يقول لك أن الصفلي الشكل يكون أغسط على الإنسان سيكون أغاندي دائري و لماذا يتجلل الدوره سيقول لك هذا يمكن أن تبغي على ماشواق الفك الصفلي في كل الاسم تسمح الفك الصفلي لتحرك في جميع الاتجاهات و تبقى آخر حاجة التي تطبيح بالإنسان هي توفره إلى طبيب الانبوب في رجيم المنفى يعني توفر الإنسان التي تطبيح بطول من نسبيا متوسط والتي تطبيح و تطبيح الانبوب يعني تطبيح المنفى مع النظام القارج اذا تقوم بمزيل وهكذا نكون هنا الجزء الأول يكون هنا علاقة مع الريجيم الماضي ومثال الإنسان نتمنى أن الأمر تكون مضمطة بالنسبة لكم بالنسبة للفيديو الجديد الذي سيكون فيه الجزء الثاني والآخر سنحاول نرى فيه الريجيم الذي يبقى لنا إلى ذلك الحين نتمنى لكم حد موافق وإلى اللقاء